في البداية كنت أحب أسأل حضرتك إيه الإسم اللي أحب أرنديل حضرتك معلق محمد أساس محمد كابتن محمد فإيه الأفضل لك؟ والله أنا بحب كابتن محمد لأنها شاملة بشكل عام أنا أصحفي في الأساس ومعلق رياضي ومحلل وهكذا ولكن كابتن شاملة بشكل عام وإن كان محمد ببساطة بتبقى أسهل وأيسر طبعاً طبعاً أهلاً بيك في كل حاجة طبعاً طب كنا عايزين نعرف برضو مشوارك اللي أنت حققته في المجال بتاعك يعني كنت حابب تكون كابتن أو لاعب أو معلق يعني إيه اللي حضرتك كنت حابب أنك تتوصل له تأكيد ده سؤال عام وكبير قوي وشامل قوي حلو قوي لأنه أنا من بداياتي وأنا في المدرسة وأنا صغير كنت بجيب الجورنال وأقول في الإزاع المدرسية للأخبار مثلاً فكان هدفي أن أنا أكون موزيع بشكل أو بآخر ما كنتش أعرف أن أنا مثلاً لما أبقى متفوق رياضي إن أنا كنت بألعب كورة في النادي مع ألعاب القوة مع التنس كنت بألعب كل الرياضات فكان هدفي أنه كمان بتمرن مع فرق الطايرة واليد والتايكوندو مثلاً أنا أروح عايز أعرف هما بيلعبوا إزاي كده وتكونت حاببنا نأخذ الأساسيات الخبرة فعلاً في كل الرياضة حتى لو مش أكمل معهم أنا أكملت أكتر في ألعاب القوة مع الكورة لأنه كنت بحس أنه أنا سريع فبجيب ألقاب بنفسي ولا نفسي ثم ما بعد التخرج أو من خلال الجامعة كمان كنت بشتغل في الصحافة ولما كان شغلي كويس فكانوا بيقولولي تحب إيه تتكافئ بيه فولتومن عايز أخش علق في النيل لرياضة ألعاب قوة كان في وقت من الأوقات قبل 2008 كده في حاجة اسمها الدوري الدهبي لو تحول الدوري الماسي لألعاب قوة ثومن عايز أعلق فراجل قال لي ما فيش مش كده أروح وهكذا ابتدت من هنا عملت تست وتلهم لو كويس شغلوني لو ييجي مني مرنوني لو حش يتلعوني بره ابتديت وابتديت مع كاس العالم خمس الحديث ثم ما بعد ذلك ألعاب القوة وكرة القدم في التلفزيون المصري حتى صفر للندن 2012 لأولمبياد مع اتحاد الزاعة الدول العربية وقرمت في لندن ثم ما بعدها ريو 2016 ما بينهم اشتغلت في القنوات الرياضة الكبيرة اللي هي موجودة في قطر اللي وغدها كل حاجة في كرة القدم وغير كرة القدم بما فيها مثلا علاقة الأربعة جران سلام للتنس ألعاب قوة دوري الماسي علاقته من الملعب مباريات كرة القدم علاقت من أولترافورد من ويمبلي علاقت من من كبرى الملعب العالمية في المراكانة في البرازيل على سبيل المثال ففكرة انه الشمولية في الرياضة مش بس الرياضة واحدة انت بتعلق اكتر من الرياضة فالفكرة في انه انت تأسست حابب الاعلام وكمان لعبت الرياضة ففاهم كل الرياضات فدي اللي خليتك مميز بشكله وباخر في التعليق على اكتر من الرياضة بالشكل اللي يجذب الناس وانا عندي مدرسة محمد عفيفي فكرة انه علاق تعليق الكرة مع رياضات مختلفة علشان تجذب الناس ودي النقطة بقى المهمة قوي فكرة انه تنجح رياضات بعين علشان تنقلها نقلة مختلفة في مصر تحديدا من هنا نروح للموضوع بالاجابة دي كنت حابب باسأل حضرتك على المعلق والواصف التحليلي دلوقتي يعني هو ما بقاش معلق رياضي فقط بيوصف اللي بيحصل في المباراة ايا كانت الرياضة دلوقتي بقى واصف تحليلي اعتقد الكلام ده ساعد حضرتك كمان انك تحلل بشكل تقني او خططي او تكتيكي اللي حضرتك بتعلق عليه ايا كان الرياضة يعني كرة قدم يد سلة طايرة ايا كان حضرتك عندك من المعلومات والخبرة والثقافة انك تحلل كمان المواقف اللي بتحصل في المباراة ده حقيقي لانه انت لو مش بتحلل كويس اصلا مش تبقى معلق كويس التعليم مش بس وصف يعني انا بدي مثاله ومساله هو الاشهر في مصر في السنوات الاخيرة بس انت حميدة البنت اللي كسبت الميت متر ومتين متر في ألعاب البحر المتواصل لو لا تعليقي الحمد لله كان وبنتنا اللي مننا والطريقة وكلتهم وفسحتهم ومش عارف ايه وعملت ايه بس في نفس الوقت لا اخل بالقوانين بتاعت ألعاب القوة انا كان في وقت دور الألعاب البحر المتواصل كان الناس في وقت اربع ساعات تتفرج علشان انا قلت حاجة في التسويق بيتقال عليها الديزر او حاج زي كده انه الناس عايز تعرف هو في الرمح هيحصل كده ولا لا فتستنى حتى لو ما فيش لعب مصري موجود بس انا بديك اشارة ان تخليك تقعد تستنى تشوف اللي في لعب قوة ده يحصل ولا لا نفس الكلام في التنس نفس كان في الهند بولي احنا نعلق دوري بطالة أوروبا كتير في القنوات اللي انا بشتغل فيها دلوقتي وانت بتعلق مش بس اسمها اللعيبة وانه اللعيبة مصريين بيشاركوا بس فكرة انه في حاجة بتتقال قبل الحكم ما يقررها انت فاهمها اه او في الفولي فيه متشاة كتير بما فيها متشاة قاليو زي مالك علقتها للفولي مسلا في قنوات اندية او غيرها كانت بتقلب مصر بس فكرة ان المعلق هو المؤثر زي كورت القدم زي ما بعلق فون سبورت او فون سبورت اف ام او اي مكان المكان اللي بشتغل فيه في مصر او برا مصر فكرة انه انت لازم تضيف الحتة تحليلية فنية ما يحرقش الستوديو التحليلي او المحلل اللي بيقوم معاك في الراديو مثلا زي اساس زاكبار حسن مستكاويا او سامي شيشينيا او شامحان في العيبة كبيرة او اساس زاكبار في عالم الصحافة لكن لازم انك ما تحرقهمش واتطلع سؤال بما فيه يفيد او ياخد منه كمان حاجة افضل حاجة تثري الحوار